قضية ثانية لا تخلو من طرفة وزير الاستثمار الدكتور الهادي محمد ابراهيم ويمكن الطرفة اللي شاغل الآن كل الوصائل وكل الوسائل ووسائل التواصل الاجتماعي بعد ما كتب منشور على صفحة في الفيسبوك بيشكر فيه الأمن الاقتصادي لإهداؤه لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ماكينة تصوير قال شنو سيد وزير الاستثمار والتعاون الدولي قال إنه إهداء الأمن الاقتصادي ماكينة تصوير رفع مع نوياتنا وملأ الوزارة فرحا وسرورا دمنا ده وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور الهادي محمد ابراهيم بيشكر الأمن الاقتصادي وبيسنع عليه عشان أهدى الوزارة الكبيرة اللي الناس بنتظر إنها تخرج السودان عشان أهدوه مكان التصوير تعالوا نشوف المنشور كتب السيد الوزير الوطن بخير طالما فيه أمثال هؤلاء الرجال من الأمن الاقتصادي إدارة وأفراد قال شنو؟ قال اليوم زف إلي مدير مكتبي خبرا سعيدا مفاده أن إدارة الأمن الاقتصادي العليا قد أهدت الوزارة ماكن التصوير جديدة وعالية الجودة تغديرا لجهود الوزارة في الإصلاح وترقية آداء الاستثمار وتخفيفا لمعاناة المستثمرين وقد رفع هذا الأمر مع نوياتنا وأسكى فينا روحا جديدة من الأمل وملأ الوزارة فرحا وسرورا وعزز مسيرة إصلاح الاستثمار في السودان وتقديم أفضل الخدمات إنني إذ أكتب هذه الكلمات القصيرة تقديرا ووفاءا للإدارة العليا وأفراد الأمن الاقتصادي أجد الكلمات عاجزة عن الشكر وغاصرة عن تعبر عن مدى سعادتنا بهذه الهدية التي سوف تزيد من جودة الآداء اليومي وتزيد من فعالية خدمات المستثمرين وسوف تعمل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والأمن الاقتصادي توأما على توأم حقيقية للحفاظ على مغدرات هذا الشعب وحماية استرواته في باطن الأرض وخارج أرضه العزة والشرف الكرامة لأبناء بلادي وعلى رأسهم الأمن الاقتصادي والأجهزة الأمنية الأخرى الخطبة العصماذي من وزير الاستثمار لمكان التصوير دي بتعبر عن النقبل في بلدنا ده الرجل اللي احنا منتظرين لأنه يخرج بالاستثمار ويخفز بالتعاون الدولي ويخرج بالسلام من أزمته جاي يحتفل وعامل مناسبة فرح في صفحته عشان الأمن الاقتصادي أهداه مكان بتاع التصوير يعني حقيقة أنا والله لما قريت المنشور ده قلت لأ قلت ده كلام ساي يعني شخص عمل الحاجة دي يعني كسخرية يضحك الناس لكن لا يمكن أنه الوزير يكتب كلام فارغ غيره قلت كده لكن دخلت صفحة الوزير وجدت هذا المنشور موجود واستغربت ويندهشت لمدى اللي المدى اللي احنا وصلنا له إن وزير الاستثمار بدلا يتكلم لين في القضايا الكبرى في القضايا الحقيقية والاستثمار ومعاوقات الاستثمار ومشكلات الاستثمار وفرص الاستثمار والتعاون الدولي جاي يتكلم عن مكان التصوير مكان التصوير دي لو وفروا الوقود بس بتاع الوزارة يوم واحد يشتروا المكان دي فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائي دي دي الحدود والامكانيات بتاعت المزئولين بتاع عندنا الوزراء جابوهم دي الوزراء الموجودين فهل ممكن الدكتور الهادي محمد ابراهيم دا يحيل مشكلة بتاعت الاستثمار واحد من المعلغين حقيقة في صفحته في الفيسبوك كتب تعليق يعني انا افتكر انه هذا الكافي والشافي قال يا اخوانا امسحوا الكلام دا قبل ما ناس دول بره يشوفوه دا واحد من الناس اللي علغوا يعني امسحوا لنا الكلام دا سريع قبل الناس البره يشوفوه الكلام دا عشان ما تفضحونا انا بقول نفس الكلام اللي قالوا زولنا اخوانا امسحوا الكلام دا قبل ما ناس بره ولا ناس من بره يشوفوه بحاجة دي تفضحونا اشتركوا في القناة